يا سادة احنا لازم نقول حاجة مهمة اوي ان التخطيط ده هو عملية بروسس زي ما بيقولوا كده جزء من التخطيط والتخطيط ده جزء من حسن التوكل على الله لو توكلتم حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو توكلتم على الله حق توكلي رزقكم كما يرزق الطاية ولازم نعرف حاجة مهمة جدا 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 في مسألة التخطيط التخطيط هو ربع الادارة الادارة اربع تربع الربع الاولاني هو التخطيط عملية بروسس اسمها التخطيط عملية التانية اسمها عملية الاعداد والعملية التالتة هي عملية التنفيذ والعملية الرابعة هي عملية التقييم والتعديل بس لازم أقول لكم ان الاربع عمليات دولا مش عمليات منفصلة عن بعض ده الاربع عمليات بتشتغل في بعض يعني عملية التخطيط فيها اعداد للتخطيط وفيها التخطيط وبعد كده فيها تنفيذ التخطيط وبعد كده عندنا تقييم التخطيط والتعديل التخطيط أنا مش عايزة أكبر المسائل على أولادنا بس عايزة أقول لهم أن التخطيط ده متعة متعة يعني إيه؟ متعة أن ترى الغد اليوم ومتعة أن تخترق الصعاب ومتعة النفوذ بنور الله سبحانه وتعالى إلى المستقبل دايما نقول لهم يا جماعة عشان ما تخفوش بس عشان أولادنا ما يخفوش انت عارفينه مستقبل؟ اسم مستقبل ليه؟ لأنك تستقبل مدد لله أمامك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لي سيدنا عبد الله بن عباس استعن بالله ولا تعجز وقال له بعد كده إيه اللي حاصل؟ بعد ما قال له استعن بالله ولا تعجز جه في حديث آخر قال له استعن بالله تجده توجاهك أمامك فعشان كده المستقبل مستقبل لأنك تستقبل وجه الله الذي سيكونه مددك ولذلك لا تعجز استمر ويمكن ده تلي خلانا نشوف الحكمة الرائعة دي حكمة بتقول ايه اسمع ان العالم لا يفسح الطريق لمن يعرف الى اين هو ذاهب العالم كله هيوسع لك لما تكون انت عارف رايح فين عارف ليه لان العالم بيوسع لك لان في الحقيقة العالم المتخبط حولك هو في الحقيقة متفرق في كل مكان المكان الوحيد الفاضي هو المكان المستقيم ونزاك دايما بنقعد ندعي ربنا اهدينا الصراطة المستقيم الصراطة المستقيم يسبح لك بالنفوذ طول الوقت مش هيحصل ان انت تكون من طالبي الصراطة المستقيم الا اذا خططت اوالله ونزاك التخطيط ده لازم نحطه دايما قدام عينينا ونعرف شوية حقاية عن المستقبل ان المستقبل ليس بيدي احد وانما هو بيدي الاحد سبحانه وتعالى وعشان كده ان اعرف ان المستقبل مش مرهون بكلية او بكارير او باللي في نفسك او باللي بتحبه وانما هو وفقه مراد الله سبحانه وتعالى اللي هو دايما لطيف ذيك اللي هو دايما يمدك كل ان يمده هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك فاعرف ان انت عندك مدد المستقبل ده مليان خيرات فلو سلمنا بالحقيقة دي عن عيش مرتحين بل عن عيش قادرين نشوف السعادة في كل مكونات الحياة حوالينا ولازم نعرف ان ما يحدث في حياتنا لو حكمة بالغة عند الله سبحانه وتعالى مش بيحصل كده لا صدفة ولا اعتباطا ده كل شيء بنتعرض ليه في حياتنا بتقدير وبحكمة من الله سبحانه وتعالى وده معنى ايه؟ اني اقولكم حاجة اللي بيخطط بيكون سائر في انوار الله يعني اقولكم حاجة التدبير تدبير لله سبحانه وتعالى يملى الحياة كلها انوار لان كل شيء عند الله بايه؟ بقدر كل شيء مخطط كل شيء انا اسف كل شيء مدبر فاذا انت مشيت بالتخطيط تعرضت لانوار الله اعيد الكلام تاني عايز تعرف ايه سر الجمال و ايه السر المدد و ايه السر الحلاوة اللي موجودة في التخطيط الا ان لله في ايام دهركم لنفحات الا فتعرضوا لها ربنا جعل من نفحته ان هو مدبر لهذا الكون كله فانت لو مشيت بالتخطيط انت بتتعرض لنفحات الله طيب لو مشيت بغير التخطيط عاملت بالزبط كده زي واحد امامه خيرات وبركات يروح ماشي في الطريق التاني وعشان كده اللي بيمشي في الطريق ده بيقدر يفهم الحكمة من كل شيء بتحصل في حياته وحتى لو حصل مكروه يرى حاجة غريبة وعسى ان تكرهوا شيئا وهو ايه خيروا لكو يبقى ايه زن هو شايف الحكمة بعينه ولزايك ايه اللي حاصل ده يعني كده خلاص ان كل واحد فينا يخطط وما يسمعش فكرة خلاص ما نخططش خالص لاني خلاص كل حاجة بتدبير ربنا لا اه كل شيء بتدبير ربنا بس احنا بنعمل ايه بننظر ما نقدم لغد ونخطط لاننا نريد ان نتعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى يبا ايذن احنا بنمشي في الطريق ده عشان نتعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى كل من خطط نالته انوار انوار مدد الله في التدبير تاني كل من خطط ناله انوار الله سبحانه وتعالى في التدبير يبا انوار الله سبحانه وتعالى الموجودة في التدبير تجدها بتشرق في قلبك لما انت وتشرق في عملك لما انت تكون بتخطط وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم واحنا في الهجرة اللي احنا بنعيش في انوارها ايه اللي حصل حضرت النبي صلى الله عليه وسلم خطط تخطيط دقيق بس في الاخر خالي استلم الامر لله سبحانه وتعالى خطط كل شيء من اول ما خلى ما اختار سيدنا او بكر لغاية ما جعل سيدنا الامام علي ينوب عنه في تسليم امانات الناس للناس كل شيء كان مخطط له حتى اختيار الدليل في الطريق كل شيء والطعام ازاي يذب اليه كل شيء خططه حضرت النبي وازاي يروح للغار وازاي يمشي من طريق غير الطريق المعتاد كل تاكن تخطيط من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعلمنا حاجة مهمة اهوة وفي الاخر خارس قال لي سيدنا وبخر الكلام يعبر على انك انت في التخطيط بتتعرض لنفحات الله قال ما بالك بسنين الله ايه ثالث هما وكأنك انت لما حضرة النبي تخطط كان بيمشي وفق ايه وفق مسار انوار تدبير الله سبحانه وتعالى واللي يعمل كده خلاص يبقى وبيتعرض لانوار الله سبحانه وتعالى ولذلك لازم يبقى عندنا حاجة مهمة جدا وكذلك شوف سيدنا يوسف عمل ايه قعد يخطط لمستقبل لغاية ما جعل مصر تمر من الازمة وعمل نموذج رائع في الحياة المصرية خلاهم تجاوزوا كل الصعاب اللي بتمر بيهم يبقى اول حاجة اعتمادك على تخطيط هذا الاعتماد على التخطيط ده لازم يبقى في ايدك مش في قلبك لان اعتمادك بعد ذلك عيكون لله سبحانه وتعالى فالامور كلها بتسير على وفق مراد الله والتخطيط ده اقول لكم حاجة عملنا بالتخطيط اقل ما يقال فيه ان هو مندوب وفي اوقات كتيرة بيبقى التخطيط ده واجب لازم تخطط عشان تكون تعمل بماذا؟ بمراد الله سبحانه وتعالى وتأخذ بالاسباب فلما الامور ما تمشيش على هواك ما تتصدمش لان الامر مش بيدك والنتائج مش انت اللي بتصنع يبقى لازم نعرف ان عدم التؤكر على الله وعدم التسليم لأقدار الله ده اللي بيخلي الانسان ماذا؟ عنده حالة من حالات ايه؟ استوحاش الحاجات اللي بتحصل حواليه ويخليه مش قادر يعيش ويعتبر ان في بعض الاحيين ده فيه معندة لا خالص لان انا عايز اقولك حاجة لو حصل الحاجة على خلاف مرادك انا ببقى شايف فيها حكم رائع من الحكم مثلا التثبيت ان ربنا سبحانه وتعالى يثبتك ومش ربنا سبحانه وتعالى يهذبك مش بيعذبك ده بيهذبك الحاجة اللي بعد كده ان انت لما تيجي الحاجة تيجي على خلاف مرادك في حاجة مهمة كمان بتحصل انت لازم تشوفها ان انت بتتعلم الحاجة اللي بعد كده كمان ان انت كل ما الحاجة ما تجيش على مرادك بتبتعد المشاعر وتبتعد الحاسيس المضرة من طريقك وسعيدة تبقى انت ماشي بعد كده بالتزان وعشان كده اهل الله مش بيعتمدوا على الاسباب ابدا وانما بيعتمدوا على مسبب الاسباب جل جلاله في سبحانه وتعالى ولما قد ربنا ولما قد ربنا يجينا يبقى ايه اللي حاصل لولا جيه على خلاف تخططنا لازم نفكر في الاسباب اننا لابد ان احنا نحسن اسباب تعالى اقول لكم شوية حاجات تتعلق بالتخطيط عشان نبقى احنا ناس اجراءاتنا صحيحة في مسألة التخطيط اول حاجة ابتداء اول اجراء عشان تعرف ان انت بتخطط صح ولا لا اول حاجة لابد ان انت تروح تتدرب على التخطيط لان زي ما قلت لكم التخطيط دي مهارة التخطيط ده مهارة معناها ايه معناها ان انت تسأل احنا هنعمل ايه زي ما تفضل استاذ الدكتور طريفة احنا هنعمل ايه ازاي وبكام وامتى وينتهي امتى لازم نسأل انفسنا الكلام ده كله يبقى نسأل نفسنا ما ايه ما ما يعني ايه اللي انا عايز اعمله ومن مين اللي هيعمله يعني انا اعمله الوحدي ولا اعمله مع حد تاني يعني مثلا على سبيل المنسال انا دلوقتي عايز ادخل كلية معينة ما نتكلم بقى على اولادنا عشان اولادنا دلسانين تعالوا نطبق عليهم عشان نعمل كده انا عايز ابقى صاحب مشروع كبير في انتاج مثلا انتاج الورق او انتاج الدواجل او انتاج كذا طيب ايه الكلية اللي انا هدخلها عشان تعمل كده طيب على عامل دا ولا انا محتاج خبرة اه لا ده انا عايز ادرس ومعايا خبرة فاروح لحد كمان يبقى خبرة طيب الحقيقة اللي بعد كده هيعمل ايه يبقى ما ومن يعني مين اللي هيشارك في تنفيذ الخطة دي بعد كده ايه بكم ايه التكلفة لازم اشوف التكلفة هي ايه انا عدخل كلية كلية من كلية الحكومية ولا ادخل كلية خاصة ليه طيب لان انا عايز تخصص مش موجود اه يبقى لازم نعمل كده ولا ادخل في كلية اقليمية وتحمل التكلفة بتاعت الذهاب الى كلية اقليمية زي مثلا الكليات اللي موجودة في العالمين او الكليات الجديدة اللي هي فيها ذكاء اصطناعي وفيها تكنولوجيا يبقى ايه اللي هيحصل يبقى انا لازم اعرف التكلفة بعد كده ايه اللي حاصل اعرف كيف اعمل ده ازاي واخر حاجة لازم اعرف ده الزمن اللي هياخده قد ايه واوزع تخطيتي على هذه المدة الزمنية لو عملت الحاجات دي كلها انا خططت بشكل صحيح وعملت اللي انا اقدر عليه طيب انا ما اسأل نفس الاسئلة دي افرد التكلفة علي علي يبقى لازم اعرف اشوف حد عنده منح ولا لا احصل على منح كله بيبقى بشكل بشكل دقيق وانا لما بخطط وبنفذ التخطيط بيه داعي ده انا بحس بان ايه احس بان انا ثقة بنفسي بتتجدد انا بحس بايه بحس ان انا بكتشف قدرات كانت عندي وانا مش عارفها بكتشف ايه تاني بكتشف ان الحياة واسعة كل ما تخطط كل ما الحياة تتسع كل ما تخطط كل ما تكتشف فيه قدرات ما تعرفهاش كل ما تخطط تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى ان الباقي معك ما وداك وتعرف ان مدد ربنا دايما معاك يا سادة احنا قلنا ازاي نخطط وقلنا ازاي نشتغل على نفسنا عشان نقدر مستقبلنا يكون احسن والتخطيط ده من اكتر المعاني اللي انت فيها بتتعرض للنفحات الله اذا كنت عايز تطبق سنة رسول الله واتطبق امر رسول الله ان احنا نتعرض لنفحات الله كن مخططا كل ما تخطط كل ما طريقك ينور ويتسع وتجد نفسك عند مراد الله سبحانه وتعالى يا رب انهمنا حسن التخطيط وقعنا من عبادك المتقين ترجمة نانسي قنقر